مرحبا بكم ورجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس الحرارة متوسطة ونضيف قليل من الزيت مع لقتين تصل مفروم بنحرك قليل ثلاثة فصوص توم مارسين تقريبا وفلفل حار ممكن نستبدل الفلفل حار وفلفل حلو طماطم مفرومة تقريبا مع لقتين طعام ننتظر دقيقة على حرارة متوسطة نضيف الفول الفول ممكن معلب او ممكن نجيب فول ونقعه في الماء عشر ساعات من ثم نسلقه على نار على حرارة متوسطة زائد نضيف له معلقة صغيرة بكم سودا ممكن نهرسه في اي شيء ممكن في الكاس اي شيء متوفر عنا نهرسه ما بياخد وقت سواء كان معلب او كان مثل هيك معلب او كان منجوع وسلقينه نضيف اللمون معلقتين تقريبا اللمون ونضيف الطحينة معلقة طعام طحينة ورشة خفيفة كمون ورشة مليح هيك صارت جاهزة هاد الوصفة الاولى طبعا تزيين متل ما احنا بنحب وزيت زتون نضيف الوصفة التانية نضيف فول سواء معلب او مسلوق نهرسه نضيف لمون عصير لمون ثوم ثلاث فصص ثوم وفلفل ورشة مليح ورشة كمون ومعلقة طحينة ونحرك هيك صار جاهز الوصفة التانية خلصت تزيين متل ما احنا حبين وطبعا الملح واللمون هذا اختياري لازم انتم تجربوا الوصفة التالتة نضيف الفول ونضيف حمص مسلوق منقوع نفس الفول منقعه عشر ساعات ونسلقه على نار على حرارة متوسطة حتى ينضج ونضيف له معلقة بكم سودا ونضيف ونضيف لمون وتدفص سطوم وفلفل ومعلقة طحينة طبعا تتبيلة حسب الزوق ممكن نقلل ممكن نزود الملح نزود نقلل الملح نفس الشي هيك صار جاهزة ماذا 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 تتبيلة حسب الزوق سواء الحامض او الزيت او الملح او الكمون نضيف فول مسلوق هذه الوصفة الرابعة حموس مسلوق فلفل سوم وبصل وبانظوره مقطع وبقدونس ولمون نضيف الطحينة بنوضع طحينة نضيف الملح والكمون قليل من الزيت هيك صاروا جاهزين صحة والف عافية كل عام تبخير اشتركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة